مرحبا بكم في درجة جديد اليوم بيش نشوفو كيفية استعمال el pretérito perfecto الماضي التام وكيفية تصريفو إذا أنت جديد في القناة لا تنسى الاشتراك وتضع لايك إذا عجبتك طريقة شرحي فلنبدأ قبل كل شيء نأخذ بعض الأمثلة لهذا الزمن مثل he salido con mis amigos he comido un bocadillo he trabajado todo el día الأفعال التي مررنا بها هي he trabajado يعني اشتغلتو من فعل trabajar he comido أكلتو من فعل يأكل comer he salido خرجتو من فعل salir لاحظوا أن هذه الأفعال تتكون من فعل haber en el presente دائما في الحضر mass participio تكوينة participio سهلة جدا إذا كان الفعل ينتهي ب-ar وهي المجموعة الأولى نضيف ado وإذا كان الفعل ينتهي ب-ar أو ir وهي المجموعة الثانية والثالثة نضيف ido أيضا هناك الأفعال الشاذة التي ليس لديها قاعدة فقط يجب أن تحفظ بعض الأفعال مثل يعني فعل يفعل تصبح hecho ver yara visto poner يضع puesto volver يورجا vuelto escribir يكتوب escrito romper يكسر roto decir يقول dicho abrir يفتح abierto devolver يرجى أو يرجى devuelto morir يموت muerto هناك العديد من الأفعال الشاذة لكن أنا وضعت الأفعال أكثر استعملا الآن أمر إلى كيفية تصريف فعل haber en el presente أحسن شيء في هذا الزمن هو أن فعل haber هو الوحيد الذي يتغير حسب الضمير لكن el participio يبقى على حاله مثل yo he trabajado أنت tú has trabajado أيضا él ha trabajado nosotros hemos trabajado vosotros habéis trabajado ellos ellas han trabajado فقط إذا كن الفعل انتهي ب AR نضيف عدو مثل أحر يدرس estudiar أنا درستو he estudiado أنت درست أس estudiado هو درست أ estudiado أما أفعال المجموعة الثانية ER والمجموعة الثالثة ER هي لديها نفس تركيبة el participio ido مثل يأكل كميد تنير يأخذ أو يملك تنيد بيبير يعيش بيبيد بني يأتي بني الثالثة أقصد لكن ما زال مستمر حتى الآن ما زلنا في اليوم لم أقل البارحة درست قلت اليوم درست كثيرا esta semana هذا الأسبوع esta semana he estudiado mucho هذا الأسبوع درست كثيرا هذا حدث صار في الماضي ولكن ما زال مستمر إلى الحاضر ما زلنا في هذا الأسبوع لم أقل الأسبوع الفارض esta semana هذا الأسبوع este mes هذا الشهر هذا الشهر لقد درست كثيرا este mes he estudiado mucho este año هذا العام أو هذه السنة este año he viajado mucho هذا العام سفرت كثيرا نحن ما زلنا في هذه السنة إذن نستعمل الماضي التام البرتيريط perfecto هناك عبارات يجب أن نستعمل معها البرتيريط perfecto مثل nunca todavía no ultimamente recientemente jamás este año este mes este día esta semana hace مع زمن لدي علاقة في اليوم مثل hace dos minutos قبل دقيقتين قبل ساعتين hace dos horas قبل خمس ساعات hace cinco horas esta mañana esta tarde esta noche الحال الحال الثانية هي عندما نتحدث عن حدث صار في الماضي ولكن بدون تحديد الزمن مثل he viajado a España safferto إلى España لم أحدث الزمن he comprado un regalo para mi padre اشتريت هديت لأبي لم أحدث متى اشتريت الهدي يعني هو حدث صار في الماضي لكن بدون تحديد الزمن نأخذ فعل venir يعني يأتي إذن كما قلنا نصرر فعل a ver en el presente más participio فعل venir ينتهي ب ir يعني participio de venir es venido venir venido قبل 10 دقائق نقول hace 10 minutos أتيت منذ 10 دقائق he venido hace 10 minutos he venido hace 10 minutos نأخذ فعل يذهب ir ir el participio de ir ido ido الآن لنتحدث عن شيء سورة هذا الأسبوع esta semana esta semana he ido a cenar con mi marido he ido يعني ذهب a cenar con mi marido لل عشي مع زوجي استعملنا pretérito perfecto لأننا نتحدث عن حدث سار هذا الأسبوع esta semana أيضا لتسأل عن حدث أو شيء فعلته في حياتك لكن بدون تحديد الزمن أيضا نستعمل pretérito perfecto مثل هل هل سابق وأن سافرت إلى باريس alguna vez has estado en باريس هنا يمكن أن استعمل فعل هنا يمكن أن استعمل فعل estar أو فعل ir نقول alguna vez has estado en باريس أو alguna vez has sido a باريس الإجابة sí ya he estado en باريس نعم لقد سافرت إلى باريس ما عيبارت ya دائما نستعمل el pretérito perfecto أو نقول no nunca he estado en باريس كما قلنا في أول الدرس ما عيبارت nunca نستعمل أيضا el pretérito perfecto هل خراشت اليوم هل 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 قصة ya te has despertado ya te has despertado ماذا قلت هنا نسأل عن شيء سار قبل قليل فعل يقول decir هو من الأفعال الشيء التي تصبح dicho سوف نتدرب على هذه الأفعال في دروس قادمة إن شاء الله مملا مملا مه مه despertado تار تار دي استيقظت متأخيرا لقد قضيت تقريبا كل فترة بعض الظهر مستلقي حتى حلول الليل انتهى درس اليوم اتمنى ان تكونوا قد استفدتوا من الدرس ان شاء الله نلتقي في درس قادم اديوز